اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده هشرح طريق التهديم على منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل في دولة اليابان. المنحة دي ممتازة جدا ومقدمة لجميع الطلاب من جميع دول العالم وبالاخص الطلاب العربي. خلينا نيجي مع بعض نشوف هنا اسم المنحة بتاعتنا وهي منحة مقدمة من جامعة في اليابان. المنحة دي بتشمل جميع المصاريف. طبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريق التهديم. خلينا نعرف مع بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة دي. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعونا بلايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في كناة واتفعل الجرس عشان تتعبئ معنا كل ما يخص المنح. هنيجي ننزل مع بعض هنا بالنسبة لتفاصيل المنحة زي ما قلت لك الدولة المستضيفة هي اليابان. واسم الجامعة اللي هتدرس فيها واللي مقدمها المنحة دي هي جامعة للتكنولوجيا. المراحل الدراسية اللي بتغطيها لك المنحة دي هي الماجستير والدكتوراه. مدة الدراسة بالنسبة للماجستير هتكون سنتين. ومدة الدراسة بالنسبة للدكتوراه هتكون تلات سنوات. التغطية المالية زي ما قلت لك ان المنحة مموالة بالكامل. واخر معادل التقديم على المنحة دي خمسة وعشرين يناير عشرين واحد وعشرين. طيب هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على المنحة بنفسك. فانت بتتابع خطوات الشرح المقدمة في الفيديو ده. لو انت عايز تستفيد من خدامات كناة الدكتور المنح. فكل اللي عليك ان ان انت بتعمل الخاص بنا واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. كمان لو انت عايز تشترك في جروباتنا على الفيسبوك والواتساب والتيليجرام. واتتابع جميع المنحة الدراسية اول باول وتابع المسابقات اللي بتاعلينا في قناة الدكتور المنح. برضو بتلاقي اللينكات الخاصة بجروباتنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب يعني ايه مع بعض للتخصصات المتاحة هنا? ايه هي التخصصات اللي بتوفرها لك المنحة دي? انا هنا سايب لك الكلية الاساسية او الفرع الاساسي باللون الاحمر زي ما انت شايفوه. يعني على سبيل المسال هنا هتلاقي مكتوب الهندسة الميكانيكية. وتحت الهندسة الميكانيكية بتلاقي الفروع الخاصة بها. دي كلها هتلاقيها موجودة في الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. انا هنا كاتبهم لك تبسيطة وتسهيلا للمعلومات. برضو هنا فيه عندسة الكهربية والالكترونيات. ودي الفروع اللي تحتها وهنا فيه علوم الكمبيوتر والهندسة وهكذا. كل كلية من دولة هتلاقي الفروع بتاعتها انا كاتبهم لك تحتها. زي ما موجود في الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. طيب المنحة دي ايه هي مميزاتها او التخطية المالية بتاعتها? انا زي ما قلت لك قبل كده ان المنحة دي ممولة بالكامل. طيب هي بتشمل لك جميع التكاليف. الخاصة بالسفر. يعني انت تذكر السفر دي هتكون على المنحة. بالاضافة ان هما بيغطوا لك جميع التكاليف الدراسة. كمان بيغطوا لك الرعاية الصحية بيوفرولك بدلات التنقلات. بالاضافة ان هما بيوفرولك بدل شهري. والبدل الشهر ده او الراتب الشهري بيختلف من مرحلة التانية. يعني لو انت مسلا طالب بحث فهم بيتدوه لك مئة تلاتة واربعين الف فهم ين ياباني. لو انت مسلا بتقدم على مصدر فهم بيمنحوك مية اربعة واربعين ين ياباني لكل شهر. لو انت بتقدم الدكتوراه فهما بيمنحوك مية خمسة واربعين الف ين ياباني لكل شهر. طيب ايه هي المستندات المطلوبة? وعايز اكتركز معي في الجزء الخاص بالمستندات المطلوبة? لان احنا التقديم بتاعنا هيبدأ من الجزء ده. بالنسبة لمستندات المطلوبة فانت مطلوب منك ان انت تملى نموذج الطلب او الخاص بمنحة في اليابان. كمان مطلوب منك صورة من جهاز السفر مطلوب منك السيرة الذاتية مطلوب منك مقترح البحث. انا هنا هتلاقيني سايب لك في كل مساند من المساندات دي برنقوسين في كلمة من هنا. من هنا دي معناها ان انت بتضغط على الكلمة دي بتلاقي في فورم هو متدولك انت لازم تدخل البيانات في الفورم اللي هو متدولك. لازم تلتزم بالبيانات اللي هو طالبها منك تدخلها بالشكل اللي هو عايزه. يعني مسلا يما نيجي بعد ما نخلص المستندات المطلوبة ونيجي نشرح طريقة التقديم. هفهمك طبعا كل مساند من دولة انت لازم تملزها. خلينا نكمل بعد كده هو طالب منك صورة من شهادة التخرج بتاعتك. طبعا لو انت بتقدم على ماستر فانت مطلوب منك ترفق له شهادة التخرج بين درجات البكالوريوس. لو انت بتقدم عالدكتوراه فمطلوب منك ان انت ترفق له. شهد التخرج وبين درجات كل من البكالوريوس والماستر. كمان طالب منك ملخص الرسالة هو مدي لك فورمات معين لملخص الرسالة ده. فيه كده زي تصريح او انت لازم تقرأها وتمضي عليه برضو مدي لك فورمالي. فيه حاجة اسمها الاداية الكديمة دي اللي بتعبر عن المواد الدراسية اللي انت درستها هو مدي لك برضو فورمالي انت لازم تملاها. وفيه هنا دي قائمة المستندات اللي انت لازم تقراها وتعلم له على المستندات اللي انت عرفقتها ليه. وكمان طالب منك رسالة التوصية اللي هو اخطاب التوصية وده اللي انت بتجيبه من الاستاذ الجامعي اللي كان بيدرسلك في الجامعة قبل كده. لو انت مسلا بتشتغل حاليا فممكن يكون مدير العمل بتاعك. كمان طالب منك صورة شخصية. الصورة دي تكون حجمها نفس حجم دواز الصفر. وطبعا لو معك شهادة اثبات لغة انجلزية فيفضل ان انت ترفقه له زي الطفل او وهكزا. طيب انت كل المطلوب منك دلوقتي واول حاجة ان انت تيجي تحمل كل المستندات دي. يعني مسلا هنا بتيجي في نموذج الطلب وتضغط عليها بمجرد ما بتضغط بتلاقي اتحمل معك. مسلا هيتحمل معك هيبقى مسلا في صورة على سبيل المثال هو ده شكل اللي انت المفروض هتملاه وده كله انا هشرحه معاك ما تتخضش علي حاجة الموضوع سهل وبسيط بس اتبع خطوات الشرح الموجودة في الفيديو. طيب هنا الاول هنيجي مع بعض ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة علشان نفهم اكتر ازاي احنا هنقدر نعدل. هنا فتح معانا الموقع الرسمي الخاص بالمنحة دي كلها جايد لاينز هو مدها لك انت ممكن تراه مع المعلك من هنا. هو هنا بيقول لك اللي هو اللي هي الخطوات اللي انت هتملا بها هو هنا برضو بيقول لك دي الدول المتاح لها تقديم على المنحة. لو انت فتحتها هتلاقي ان في تسعة وتسعين في المية من الدول العربية هتقدم على المنحة دي. طيب هنا بيقول لك انت لازم تتواصل مع انت بعد ما بتجاه هزا المستندات بتاعتك وكل حاجة الاوراق بتاعتك والتواصل بتاعتك كله هيكون مع وانا هقول لك دلوقتي انت ازاي تتواصل مع ده. هتيجي بكل بساطة هنا تضغط على هتفتحها في الصفحة التانية زي ما انت شايف معاك كده. مسلا انت بتقدم على برنامج اللي هو يخص فاحنا هنضغط هنا مع بعض على هتفتح معاك الصفحة دي. دولة هنا اللي هما ينفعوا يكونوا او لو انت هتسميها الاساتزة الجامعين اللي هما موجودين في القسم ده وينفع يكونوا هو هنا بتدوم لك. انت ممكن تقرأ البايو او الحاجات اللي هي المعلومات اللي تخص كل واحد من الموجودين قدامك. على سبيل المسال انا عايز اختار الرجل ده. حاجة اضغط على الاسم بتاعه هيفتح لي البيانات بتاعته. انت قريت البيانات بتاعته حاسس ان الشخص ده او ده هو اللي هيكون مناسب للبحس بتاعك. فانت هنا بتيجي بكل بساطة بتروح عند الايميل بتاعه بتلاقي الايميل موجود هنا. ده الايميل بتاعه انت بتاخد الايميل ده زي ما هو كده بتاخده قوي. علشان لما تيجي ترسل الاوراق بتاعتك ترسلها له على الايميل ده. وهتتوصل معنا طريق الايميل ده. انت بتاخد اهو الايميل لغاية علامة الات دية. وبعد كده هتيجي تضيف اللي هي تي يو تي دوت جي بي. يبقى الايميل بتاعك هيكون اسمه اهو زي ما موجود لغاية علامة الات. وبعد كده بتاخد اللي هما بين علامتين التنصيص تي يو تي دوت جي بي. طيب انت بعد ما بتعمل الاوراق بتاعتك. وبتشوف كل حاجة انت عايز تعملها بالنسبة ليه المنحة دي. وانت عايز تروح تدرس ايه? خلص الاوراق بتاعتك. الاوراق بتاعتك هتبعتها له على الايميل للشخص ده. بعد ما بتبعتهم له على الايميل يعني على البريد الالكتروني هو برضو بيقول لك هنا ان انت لازم تبعت كل المستندات اللي بعتها على البريد تبعتهم عن طريق خدمة يعني تبعت نسخ منهم النسخ دي تكون اوراق حقيقية تبعتهم عن طريق البسطة زي ما احنا بنسميها مسلا في الدول بتاعتنا ولكن هو بيقول لك هنا هتبعتهم عن طريق خدمة اسمها هتبعتهم ليه بتاعك وكمان هو هنا بيقول لك ده عنوان الجامعة اللي انت هتبعت عليه. يبقى احنا نفهم من كده ان احنا هتواصل مع عن طريق الايميل بعد ما بنتوصل معها بنبعط له الاوراق بعد ما بنبعط له الاوراق على البريد الالكتروني بنبدأ نبعط له الاوراق الحقيقية بتاعتنا والاصل منها بتبعتها على الايميل اللي انا محدده قدامك ده بالزبط. طيب هنيجي مع بعض الوقت نتكلم على الاوراق وازاي هنملك كل مستند من المستندات دي. هو هنا برضو كاتب لك لو انت عايز تقرأهم تاني. برضو قبل ما ندخل هنا هو هنا بيقول لك دي مواعيد هامة يعني مسلا او اخر معدد التعديم في المنحة دي هيكون خمسة عشرين يناير. بعد كده هم هيقولوا لك ازا كنت انت تقابلت في المرحلة الاولى ولا لا. في شهر تلاتة اللي هو شهر مارس عشرين واحد وعشرين. هو هنا كاتب لك كل المواعيد اللي تخصك وبيقول لك الدراسة تبدأ مسلا واحد عشر عشر واحد عشرين وهكذا. طيب هو هنا برضو مدي لك الادرسة والعنوان الخاص بالجامعة ومدي لك البريد الالكتروني الخاص بالجامعة نفسها. وده انت ممكن برضو تبعت عليه الاوراق بعد ما تبعتهم بالسوبرفايزور. اهم حاجة تبعتهم بالسوبرفايزور او اللي هو الاستاذ الاكاديم الخاص بيك. وبرضو هنا بيقول لك ده الايميل الخاص بالجامعة لغاية كلمة وبعد كده هتيجي ترفق له اللي هما بين علامتين التنصيص اللي هو خلي بالك من الايميلات عشان تكتبها بشكل صحيح. طيب هنيجي مع بعض هنا المستندات المطلوبة. هنا مسلا اول حاجة اللي هو طيب احنا بعد ما ضغطنا عليه وحملنا ده عندنا. هنيجي مسلا نفتحه مع بعض هنا زي ما انت شايف قدامي. هو هنا بيقول لك ده اللي هو طيب في انت مطلوب ان انت تم لكل حاجة هنا. انا هشرح لك اول حاجة هنا اطلب منك. ان انت تكتب اسمك الرابع. تكتب اسمك انت هنا. وتكتب اسم والدك ده باللغة الانجليزية. هنا بيقول لك اللي هي باللغة بتاعتك. انت بتيجي هنا تكتبه باللغة بتاعتك. اللي هو العربية بتكتبه باللغة العربية. هنا بالياباني وبالانجليزي. انت يهمك ان انت تغرأ الحاجات الى بالانجليزي. بعد كده بتحدد بتاعك سوiederك あります ومةزوج ام اعزم هنا بتحط الصورة بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك لو انت معاك الجنسية اليابانية فانت هنا بتختار هنا انت بتكتب الناشنالية او الجنسية بتاعتك وبتكتب له هنا تاريخ ملادك هنا انت بتكتب العنوان بتاعك وهنا بتكتب الدولة بتاعتك بعد كده بيقول لك هل انت معاك فيزا قبل كده لدولة اليابان فانت هنا بتختار تكتب نوع او بتعمل اللي هو بعد كده هنا لو انت عايش في نفس العنوان اللي فوق انت هنا بتعمل سيم الزباف لو عايش في عنوان تاني فانت بتكتب العنوان التاني هنا. بعد كده هنا بيسألك وبيقول لك اكتب لي رقم التليفون بتاعك اكتب لي الايميل بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك هل انت حصلت على اي منحة من اليابان او منحة قبل كده فانت لو حصلت بتختار ياس لو لا بتختار نوع في حالة حصولك على المنحة دي فانت بتكتب له اول فترة اللي انت حصلت فيها على المنحة دي واسم الجامعة اللي كنت بتدريس فيها وكمان بتاع. لو ما حصلتش خلاص بتختار نوع بتسيب الجزء ده فاضي. بعد كده هنا بيقول لك فانت هنا مسلا بتقدم على او دكتوراه اللي هي دراسات عالية فانت هنا بتختار بعد كده بتيجي في السؤال ده وركز معي. هو هنا بيقول لك لو انت كنت ضغط فوق. يعني لو انت مسلا جيت هنا وقلت له ان انت حصلت على اي منحة من المنحة الموجودة في اليابان قبل كده فهو هنا بيقول لك لو انت اخترت فانت قول لي ايه هي الجامعة اللي انت درست فيها وهكذا. هو هنا ما درستش خلاص انت بتختار وبتبدأ تكمل بتاعك عادي. بعد كده هنا بيجي بيسألك في التلات اسئلة دولار ملخص التلات اسئلة دولار بيقول لك هل انت قدمت قبل كده من منحة اليابان. هل انت مستفيد من اي منحة اخرى؟ هل وانت بتقدم على منح التويوهاشي دلوقتي مقدم على اي منح اخرى في اليابان. فلو انت عامل اي حاجة من دولار بتختار رياس لو لا بتختار تبقى لكل سؤال من دولار. بعد كده هنا انت بتيجي بيقول لك لو انت حصل على منحة فعلا انت لو مش حصل على منحة فانت هنا بتيجي بتكتب لها نوت ابليكابول بعد كده هنا بييجي طبعا بيقول لك دخل لي المعلومات الدراسية بتاعتك طبعا هنا اول حاجة بالنسبة له لو التعليم اللي ابتدائي بتكتبه اسم المدرسة الابتدائية بتاعتك كانت فين المدينة بتاعتها مدعت امتى الدراسة الابتدائية وتخرجت منها امتى والدرجات اللي انت جبتها في المدرسة الابتدائية ونفس النظام مع المدرسة الاعدادية والمدرسة السنوية او الباكلوريا. وطبعا هنا بدخل له معلومات الجامعة. لو انت مسلا بتقدم على الدكتورة فانت هنا بتيجي بدخل له معلومات عن اللي هو المسطر بتاعك. لو انت بتقدم على مسطر بس فانت خلاص. هتدخل له معلومات لغاية او طيب هتيجي معايا بعد كده في الجزء ده بقول لك انت هنا بتيجي بتكتبله للبرنامج اللي انت كنت بتدرس فيه. بعد كده هنا في سؤال السؤال ده مش ظهر انت ممكن تضغط عليه كده. هو بيقول لك هل انت كتبت رسالة بحس قبل كده? لو كتبت بتختار ياسو بتقوله هنا الرسالة بتاعتك دي عنوانها كان ايه وكانت كم صفحة ومشارطها في اي كتاب. لو لا انت بتختار بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيسألك وبيقول لك انت هتدرس ايه في المنحة دي? فانت هنا لو بتقدم على فانت هنا هتختار لو بتقدم على دكتورها هتختار بعد كده هنا بيقول لك انت عايز تدرس في اليابان لغاية امتى? فهو هنا طبعا انت هتيجي تختار. لو انت مسلا بتقدم على فانت هنا بتقول لو انت بتقدم على الدكتورة فانت اختار 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 التاني هو بعد كده هنا بيسألك وبيقول لك هل انت عندك وظيفة حالية? لو ما عندكش بتختارنا ولو عندك بتختار ياسو بتكتب اسم الوظيفة اللي انت فيها بتدخله معلومات عنها هنا. بعد كده هنا بيسألك عن اللغات اللي انت بتتحدثها لو انت بتتحدث اللغة اليابانية مسلا فهو هنا بيقول لك في مثلا لو انت او فانت هنا بتيجي بتدخله معرفتك باللغة اليابانية. وكزلك مع اللغة الانجليزية لو انت مسلا بتقرأ اللغة الانجليزية كوية ممكن تكتب او حسب مستواك انت بتبدأ تملك الحقول الموجودة قدامك. لو انت مسلا من الجزائر او تونس او المغرب او دول بتتكلم لغة اللغة الفرنسية وبعايز تكتب اللغة الفرنسية وبتجيد اي لغة تانية فانت هنا بتيجي عند ازرز وبتكتب اسم اللغات التانية انت بتتكلمها وبتكتب هنا المستوى بتاعك في اللغات دي. بعد كده هنا بتيجي معي بيسألك لو انت واخد طفل او قبل كده الاو انت واخد اي امتحان من دولة فانت بتسكن له اسم الامتحان وبتقول له الدرجة اللي انت حصلت عليها. بعد كده هنا بيقول لك دخل معلومات عن شخص. احنا ممكن نتواصل معه في حالة الطوارئ. بتدخله مسلا معلومات عن والدك. هنا بتكتب اللي هو هو بيشتغل ايه حالين او هو بيعمل ايه الاميل بتاعه ورقم التليفون والعنوان بتاعه. بعد كده هنا بيقول لك لو انت زورت اليابان قبل كده قل لنا انت زورت اليابان من امتى لامتى? وكان ايه الغرض من الزيارة? لو ما زورتش اليابان بتسيب الجزء ده فاضي. مفيش اي مشكلة. بعد كده هنا بيقول لك زي اللي هو لو انت موافع على الشروط وكل حاجة حطها المنحة دي. نتيجي هنا طبع انت بتطبع ده طبع وبتمضيه بخط اليد وهنا انت بتكتب التاريخ اللي انت مضيط في بتاعك ده وبعد كده انت بتحتفظ بالورقة دي على جنب لغاية ما نملأ بقي الاوراق التانية زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. لان انت بعد ما بتخلص بتاعك والاوراق بتاعتك انت لازم تبعاتهم زي ما قلنا. فده كان اول ملف من الملفات اللي احنا المفروض نملاها. تاني ملف وهو طيب هني جي نفتح الملف ده مع بعض الخاص بي اللي هو طبعا انت الاوراق دي بتضغط عليها وبتحملها عندك على جهاز الكمبيوتر. هيفتح معاك ملف ده. هنا بيقول لك اكتب اسمك الرابع واسمك انت واسم والدك. طبعا انت بعد ما بتكتبه هنا بيقول لك باللغة الاصلة والام بتاعتك. بعد كده هنا انت بتكتبهم باللغة الانجليزية. بعد كده هنا انت بتكتب اللي هو النشانالدة بتاعتك والجنسية بتاعتك. طبعا هنا انت بتيجي بتبدأ تكتب له هنا ده اللي هو او اللي هو بتاع بتاعك بتكتب له هنا انت بتدرس حاليا وهو هنا بيقول لك انت عايز تشتغل للاي موضوع بحس في دولة اليابان. طبعا دي كلها اسئلة انت بتجاوبها طبقا للبرنامج اللي انت مختار وعايز تقدم عليه هناك. بعد ما بتيجي تجاوب الاسئلة دي طبعا انت بتعمل لهم وبتحفظهم. وكده نكون احنا ملينا الملف التاني من الملفات المطلوبة مننا. طبعا احنا بنملى الملفات وبنشرح الملفات اللي هو طالبها مننا. ما تنساش ان في حاجات تانية زي مسلا بيانة درجات وشدة التخرج وغواز السفر والكلام ده كله. انت لازم ترفقه مع المستندات اللي انا بشرح لك دلوقتي. طيب اتيجي هنا بالنسبة انت بعد ما تضغط عليها وبتحملها بتحمل عندك بالشكل ده. مسلا ادي هو هنا بيقول لك اكتب له هنا الاوراق اللي انت طبعا نشرتها. هو هنا بيقول لك اللي هي المطامرات العلمية الدولية اللي انت حضرتها وشاركت فيها. طبعا لو عندك اي حاجة من دولة انت بتبدأ تكتبها له. لو ما عندكش انت كل اللي عليك بتيجي تكتب هنا اللي هو النوت او اللي هو انا ما عملتش الحاجة دي. وما تنساش هنا فوق ان انت تكتب له اللي هو التاريخ اللي انت بتملى فيه الفورم ده وتكتب له الاسم بتاعك. بعد كده بتعمل للفورم ده وبنرجع بتاعنا تاني برضو. علشان خاطر نشوف بقى الاوراق المطلوبة. طبعا دي الجزء الخاص بتفتح انت هنا بعد ما بيحمل معاك طبعا. زي ما نشوف مع بعض دلوقتي انا محمله عندي هنا. بنضغط عليه بيفتح معاك هو هنا بيقول لك اكتب اسمك زي موجود في البوسبورج لنسية بتاعتك. بعد كده هنا بتختار سواء زكر او انسة زكر ام والانسة اف هنا. بعد كده هنا بيقول لك طبعا انت هنا بتكتب اسم الدولة بتاعتك لان انت الفيزا بتاعتك تعملها في الدولة بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك انت هنا بتكتب له اسم عارب مطار لك في الدولة بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك هتعود للدولة بتاعتك بعد ما تخلص الدراسة بتاعتك عندنا فانت هنا بتيجي بتاعمل تشكك على المربع الخاص بي بعد كده هنا انت بتيجي بتيجي هنا تقول له اللي هو بيسألك هنا بيقول لك هل انت مقدم على اي منح تانية فانت هنا بتقول له لا انا مقدم على منحة الجامعة دي فقط بعد كده هنا بيقول لك هل هتقدر ان انت تسافر وتيجي الجامعة بتاعتنا قبل ما الكورسي يبدأ فانت هنا بتختار بعد كده هنا بتقول له انت مختار اي برنامج من دولة اللي هو ولا مختار ولا مختار بعد كده بتيجي بتاع ما تشك على المربع ده. اللي هو كل المعلومات اللي انت كتبت لهم دي معلومات صحيحة. بتطبع ده بتعمله طبعا بتمضيب خط اليد وتكتب التاريخ. وده الملف الرابع اللي هو طلبه مننا واحنا كده ملناه وهنشيله معنا برضه على جنب. هنيجي في الجزء الخامس اللي هو طبعا بعد ما ضغطت عليه وعملت اللي عدمولود على جهاز الكمبيوتر بتاعك بتنزل معك في صيغة اللي انت شايفها قدامك. دي طبعا الملفات اللي هو بيقتربها منك. طبعا انت هنا بتيجي الاول بتكتب اسمه اللي انت توصلت معه بتكتب بتكتب هنا اللي هو اسمك انت الجنسية بتاعتك بتيجي هنا الاوراق اللي انت قدرت توفرها وقدرت تعملها بتيجي بتعمل قدامها علامة صح. بعد ما بتعمل قدامهم علامة صح برضو بتيجي تاخد الملف ده وتخليه عندك لغاية ما نشرح اخر ملف معنا وهو هتضغط عليه. انزل معك برضو على الجهاز بتاعك اللي هو الشيت اللي انت المفروض تملاه. اللي هو الانترشيد. طبعا زي ما شرحنا قبل كده بتكتب اسمك هنا كامل بتكتب هناCK L souls. اللي هي الجنسية بتاعتك ويه الجامعة اللي انت رايح فيها طبعا اللي هي اتيه هاشي. بعد كده هنا انت بتشوف ايه المطلوب منك بتكتبルه. هنا انت درست كام مادة وايه هي الدرجات اللي انت حصلت عليها. بعد ما بتكتبله كل المعلومات دي هنا وبتكتب له الساعة اللي انت درستها هو طبعا بيحسب لك الساعة دي هنا. طبعا هو عايز منك يكون اتنين وتلاتة من عشرة اوت اوف تلاتة. طبعا لو انت نسبة مقاوية بتاعتك في الدراسة بتاعتك في الدولة بتاعتك كانت نسبة مقاوية او كان من اربعة او من خمسة فهو هنا كاتب لك في التعليمات الموجودة هنا برضو انت لازم تحسبها من تلاتة وتشوف انت جايب كام من تلاتة. هو هنا كاتب لك هنا بيقول لك اتنين تلاتة تلاتة. طيب خلاص احنا شرحنا كل الاوراق اللي هي مطلوبة مننا وازاي احنا هنعملها جمعنا الاوراق دي جمعنا الاوراق التانية اللي هي زي بنا الدرجات وشهد التخرج والبصبور وكل حاجة طالبها مننا. هنيجي نروح زي ما اتفقنا مع بعض. هناخد ايميل الدكتور اللي احنا عايزين نتواصل معه. وهنبدأ نتواصل معه. نقول له احنا عايزين نعمل بحس في البرنامج ده. وقادي الاوراق بتاعتنا وبمجرد ما الدكتور بيبدأ يرد عليك فانت بتبعط له الاوراق دي يعني الاصول من الاوراق دي على العنوان الخاص بيهم واللي هما كتبنهولك هنا وهتبعتهم عن طريق خدمة وبرضو ابعت الاوراق دي على العنوان الالكتروني الخاص بي الجامعة هو كتبنهولك هنا زي ما انت شايف وهنا متنساش تكتب دوت تي يو تي دوت اي سي دوت جي بي. وبكده انا هكون خلصت شرح طريقة التقديم على المنحة المقدمة من جامعة في اليابان. منحة ممتازة هتلحى تقدم عليها التقديم ما فوش اي حاجة معقدة. اتبع خطوات الشرح الموجودة في الفيديو. هتلاقي كل حاجة ماشية معاك بكل سهولة بساطة. لو لسه عندك اي استفسارة او اي سؤال فضلا وليس امر ممكن سيبه في كومنت واحنا هنرد عليه. ريت في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وتعمل سابسكرا واشتراك في القناة وفعل الجرس دعما منك الجودة بنحاول نقدمها. وشكرا.